اتمالت الصحف التركية باعلانات عن الاهلي والمباراة اللي حيلعبها وكتبت عن كل لاعب من افراد الفريق والبطولات اللي فاز بيها الاهلي في مصر والساعة تلاتة العصر لعب الاهلي مباراةه الاولى قدام نادي فنار بخشا ده واحد من اقوى الفرق التركية وفاز الاهلي بنتيجة كبيرة ستة اتنين كانت النتيجة كبيرة للدرجة اللي حفزت نادي جلطة صراي اللي هو الدلع التاني للكرة التركية فجات مباراةه مع الاهلي يوم ستة وعشرين يوليو اقوى واعنف من مباراة الاهلي مع فنار بخشا ورجم كده فاز الاهلي اتنين واحد وتسبقت الصحف التركية في الاشادة بالاهلي ويوم تمانية وعشرين يوليو لعب الاهلي مباراته التالتة قدام منتخب تركيا فاز فيها المنتخب التركي اتنين واحد وبسبب الاداء القوي للاهلي والاقبال الجماهيري الشديد على مبارياته جات للاهلي دعوات من اندية انقرة وازمير لكن الاهلي كان مرتبط باداء ماتشين في بلغاريا ورغم العروض المالية المغرية الا ان الاهلي لا يمكن يخالف تعاقداتهم فسافر الفريق بالقطر في اليوم التالي تسعة وعشرين يوليو الف تسعمية تسعة وعشرين الى صوفيا عاصمة بلغاريا ووصل مساء تلاتين يوليو بعد سفر تلاتة وعشرين ساعة ما تستغربوش الاطرات زمان كانت سرعتها بطيئة جدا وبتاخد وقت طويل يوم تلاتة اغسطس لعب الاهلي مع نادي ليفسكي صوفيا وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد وكم عاد المباراة تانية تاني يوم على طول مع فريق سلافيا صوفيا وفاز فريق سلافيا صوفيا بنتيجة اربعة واحد ويمكن سبب الخسارة ان الفريق لعب مباراتين في يومين وراء بعض وكان المفروض يكون بين المطشين يوم راحة على الاقل كمان في الوقت ده ما كانش فيه تغييرات في المطشات يعني اللي ينصب مثلا ما حد الشنز المكانه ولا حتى اللي تعب ومش قادر يكمل وبالمناسبة الفرقتين ليفسكي وسلافيا من فرق الدور الممتاز في بلغاريا يعني فرقتين كبار وبعد المباراة التانية طلب المسئولين في الفرقتين تنظيم مباراة تالتة مع الاهلي تكون مع منتخب من الفرقتين لكن الاهلي كان ملتزم بالسفر لألمانيا ودي بعض السور اللي الفريق فيها كان بيقوم بجولة في العاصمة صوفيا والأماكن السياحية وبعد كده سافر الفريق بالقطر من مدينة صوفيا البلغارية يوم 7 أغسطس وصل لمدينة ليبزيك الألمانية يوم 9 أغسطس الفريق أضللتين كاملتين في القطر إرهاق ما بعده إرهاق شوفوا دلوقت المسافة دي ما بتاخدش ساعتين ثلاثة طيران ولحب الاهلي مباراةه الأولى مع نادي ليبزيك يوم 12 أغسطس وانتهت بالتعادل 2-2 وأشادت الصحف الألمانية بالأهلي وبعضها كتب زي ما ذكر كتيب الاهلي الصادر في 1929 أشبال الملك فؤاد في ليبزيك وأجمعت الصحف على قوة الأهلي ومن ليبزيك سافر الأهلي إلى ميونيخ ولعب ثلاث مباراة فاز في الأولى على ميونيخ 1860 4-3 وتعادل في الثانية مع تنس بروسيا 2-2 وخسر الثالثة قدام بروسيا 5-3 ومن ميونيخ سافر الأهلي لمدينة جيلثين كيرشن عشان يلعب المباراة الخامسة والأخيرة في ألمانيا وتعادل مع فريق جيلثين كيرشن 3-3 وانتهت رحلة الأهلي في ألمانيا كان مقرر الأهلي يسافر هولندا يلعب مباراةين قبل ما يرجع لمصر لكن الاتفاق ما تمش فقرر رياضة فندي شوقي رئيس البعثة العودة لمصر وبالقطر سافر الفريق ووصل مرسلية يوم 27 أغسطس وعن طريق الباخرة وصل لبورس عيد يوم 6 سبتمبر بعد 52 يوم بالتمام والكمال هي مدة الرحلة